الله أكبر شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المؤتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفعون وفي أنوالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصعون وفي السماء رزقكم وما تمعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراب إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغناء عليم فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من عطيم مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أم مجنون فأخذناه وذنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تتو من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ غيل لهم تمتعوا حتى أحين فاعتموا عن أمر ربهم فأخذته الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم وما كانوا منتصرين وقوم موح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدهم وإنا لموسعون والأرض فرحناها فنعملنا هدون